بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ازايكم عاملين ايه? اهلا بكم فيديو جديد النهاردة جات لي فكرة كده ان احنا نعمل جدول نظم بيه وقتنا اغلبنا طبعا عندنا مش كده ان احنا بنلحقش نعمل كل حاجة مرة واحدة بسبب ضغط البيت والترويق والاطفال والغدى والموعين فانا الحمد لله بقالي فترة كده اقول مثلا من شهر تسعة اللي فات الحمد لله عرفت ان انا امشي على روتين معين انا كنت في الصيف بسحى بعد الفجر كنت بشوف كذا فيديو لحد اللي هو يقولك اه صحيان البدري ده مفيد جدا عشان تعرفت نامي بالليل وعشان تعرفت نظامي يومك ورسول عزيزة السلام ووصلنا بالبقور فانا كنت بقول اصحى اعمل ايه الفجر وقت انا بباشتغلش انا بروحش الشغل عشان اصحى بدري عامل حاجتي وهنزل اروح الشغل او حاجة فبعد كده جيت لي فكرة قلت طب ما اصحى بدري اصلي الفجر واحاول ان انا مسلا نععد شوية كده ولو جالي نشاطة اقوم اروح الشقة ففعلا الحمد الله استعنت بالله وكنت بصحى الفجر واصلي الفجر واقوم ايه اروح الشقة بعد كده البنات تصحى نحضر فطار نبدل قاعدين لغاية الظهر ننام شوية الظهر بعد كده اصحى العصر كان اليوم الحمد الله مزبوط طبعا لما دخلت الشتا امش عايز اقول لك طبعا بصحى الفجر بالعافية عشان اصلي وبدخل على السرير ثاني عشان انام ما بقدرش اعمل حاجة طبعا بعد الفجر الجاو ببقى تلك بس الحمد الله برضو ايه مواصبع على ان انا اصحى الصبح عارفة ان هعمل ايه مش اللي هو ان انا قاعدة ببعملش حاجة اصحى مسلا اول مس هعمل لي كوباية شاب لبن بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها لدينا ما بقدرش اعاد اليوم من غيرها بعد كده اعمل فطار للبنات بعد كده ادخل بقى على المطبخ اشوف لوراي موعين رسيل عايز يتغسل الدنياتي مش شكت المهم ايه انا قلت نعمل جدول نمشي عليه نزبط يومنا بس انا عايزة قبل الممتق تعملي تنظمي وقتك عايزاكي تجدد النية يعني ايه النية ان انت تعملي كل حاجة في تربيتك لولادك في تنظيفك للبيت لان انت بتعملهم اكل اجعالي كل ده خلص لوجه الله يعني مسلا تقول يا رب جزيني خير عن وقفتي في المطبخ تخلص النية لله عز وجل اللي هو ان انت تقولي يا رب انا بعمل كل حاجة في بيتي تربيتي لولادي وخدمتي الجوزي ونضافتي وتنظيفي للبيت كل ده يا رب اجعله في مزان حسنية دي عشان ربنا يخليلك الاعمال دي ما تروحش كده ان انت بتعمليها وخلاص معه انت لازم تقولي نيتك تحديديها انت بتعملي كده ليه اه طبعا ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش اه عمل عامل منكم بس برضو لازمت ايه تخلي النية متفعلة اكتر وبعدين لما تيجي دايما في دعاء عايزك تدعي تقول يا رب الله مصلح ليه في نياتي وفي زرياتي ربنا هيخلي نيتك دايما بتروح للخير وهيخلي لك زريتك دايما الخير ماشي معاهم فانيجي بقى نبدأ ازاي بقى ايه ننظم وقتنا انا بحب بعمل كل حاجة يوم الخميس رسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان الاعمال بترفع يوم الخميس فانا بحب ان انا ايه بشتغل وكده ويوم الخميس اللي هو ايه اما ربنا للاعمال بتاعتي تروح له يكون انا برضو ايه بشتغل وبعمل حاجات في البيت في يوم الخميس ده بحب ان انا اصحى من النوم اهم حاجة طبعا بعملها ان انا احضر فطار للبنات ما بحضرش الغد في اليوم ده هو الفطار دي الغدى ان انا طبعا هروأ الشقة مش هبقى فاضية ان انا اعمل اكل بعد كده باول حاجة بفتح الشقة كلها هويها ولو في بطاطين عايز تتنشر بنشرها عشان طبعا الشمس تبقى حلوة اه مسلا بقى انا ادخل بقى على المطبخ اول حاجة بنضافها الرخامة وبعد كده البوتجاز بعد كده ان انا اروأ اي موعين احطها في الهد اخسل الموعين الاول بعد كده بخلي المطبخ زي الفل ولو فيه الغسيل بخسله برضو بحاول ان انا اخلص كل حاجة يوم الخميس لان انا يوم الجمعة بحبش اعمل اي حاجة حتى لو مسلا هتخرجي تروحي لأهلك او تروحي عند والدتك او حاجة ما لاش تخليها يوم الجمعة خليك يوم الجمعة عودي مع ولادك وجوزك حتى لو جوزك مش قاعد معيك ومسلا بيشتغل او هو قاعد في البيت عايز يرتاح من اجازته من شغله عايز يقعد ما اعملش اي حاجة اقسى بيه ملكيش دعوة بيه قاعد انت مع الولاد ده اتجمعوا مع بعض تسحي بقى يوم الجمعة ده الصبح تحضر افطار خفيف كده او لو مسلا مكسلة خليهم يجيبوا افطار معهم هم تطلعين من بعد الصلاة اه بعد كده بقى هتعملي الغداء حلو انا قلت لك بقى الجمعة ده يوم عيد انت كاشقيتك نضيفة هتخش تعملي غداء انا كتبالك اهو افكار افطار وافكار غداء انا بحب ان انا اعمل صناية بطاطس يوم الجمعة ورز هتعملي ملوخية هتعملي رز بالشعرية اه غداء حلو بس بقى عايز اقولك حاجة ان انت هتزودي في الكمية لان هو ده هيبقى اكل بتاع الجمعة والسبت ما احنا مش كل يوم هنبقى نقفى المطبخ يعني حاول ان انت ايه تعملي كمية كبيرة عشان حتى لو ما فيش فراغ هيكله هو رز وبطاطس هو ده الاكل الموجود حاول اتعويديهم على كده كمان بقى عايز اقول لك حاجة انت اول ما تسح من النوم خلي فيه اولويات في حياتك زي ايه مسلا يعني انت اول ما تسح من النوم كده فتح يعني كده تقولي اسكار الصباح انا بس مش بتكلم في الدين ولا انا شيخة ولا انا اي حاجة بس الحاجات دي فعلا يا جماعة احنا ما بقناش نعملها وحياتنا بقت متلغبطة وكتير مننا بقوا تعبانين نفسيا اسكار الصباح مش تاخد معاك بالزبط عشر دقيق من موبايل نزلي برنامج اسكار المساء والصباح واول حاجة تقريها تقدي اسكار الصباح واول حاجة هتعمليها انك تتودي وتصلي سواء بقى صليت الصبح صليت الدهر ايه ما هتصحي وقت ما هتصحي اولوياتك ربنا لو خليتي اولوياتك ان انت كل حاجة خلصة الوجه الليه وان ان انت ربنا اول حاجة في حياتك هتلاقي ان ربنا ميسر لك حياتك بشكل والله العظيم غريب بس ان ده اللي انا بقوله لكم يعني انا ما قلتلك اهو انا مش شيخة ولا انا بتكلم في الدين انا ما عرفش يعني ايه طبعا الدين لاهله بس انا حاجات انا بقولك الحاجات اللي انا الحمد لله بحاول اواظب عليها الاسكار دي بتحميك من اي وساوس ومن الشيطان ومن الحاجات الخارجية اللي احنا مش عارفينها وان ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا ويصلح حال ولادك فانا عايزيك حاجات ما تنسهاش انا كتبالك اهو انا مش عاودة اتكلم كتير انا كتبالك اهو الجدول انا قلتلك بقى شوفي انت هتجيبي ورقة وقلم وتقعدي تكتبي تشوفي انت مهامك ايه واولوياتك ايه واحدة واحدة هتزبطي دنياتك بس تبدأي لازم تبدأي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسهم يلا استعيني بالله كده وتوكلي على الله وقومي زبطي حياتك وزبطي دنياتك اتمنى يا رب ان الفيديو النهاردة يكون عجبك لو بجد عجبك اكتبولي في الكمنتات ان انتو هتتشجعوا هتقوم ان شاء الله تعملوا جدول لحياتك وتنظيم وقتك وربنا يا رب يصلح حالنا جميعا هشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله مع السلامة